الشمال والبعد يا أبو خالد هذه صح طيب حياك الله أبو خالد شرفتنا ونورتنا الله أحييك يا أبو خالد أبو خالد أنا قاعد أشوف الخبرات العملية وألاقي مهندس لاسلكي في شركة كذا مهندس ضمان جودة في شركة كذا مهندس نظم مستشار شبكات مشرف وحدة اتصالات مشرف دعم أنظمة شبكات الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا القائم بعمار رئيس التنفيذي للمعلومات مسيرة طويلة في عالم التقنية والمعلومات واليوم قاعدين استضيفك في أبار النفط ومكان المصانع وش وداك هناك صحيح حقيقة أنا ندس الإنجينير دراستي لكن انضميت إلى شركة أرامكو دخلت في مجال شبكات والوائرلس طبعاً كنا نخدم أبار البترول والمعامل الغاز وغيرها واللي هي حقيقة تعمل بشكل ذكي وتسهل وصول المعلومة إلى مراكز التحكم في الظهران من أعلى مكان في أبار سواء في البحر أو في الضر فهذه بدأت الأعمال التقنية لكن هن مركزين على البزنس اللي نخدمه سواء كان في الغاز أو في البترول كذلك في تجربتي في بعض الأماكن اللي ذكرتها كانت في أمريكا في تصنيع الوائرلس كمبوننت اللي هي الجهاز اللاسلكي مع بعض الشركات اللي كنت أعمل فيها فنت من زمان تحوم حول ندلو صحيح و بعدين في سبتمبر 2019 أو في فبراير 2019 انضميت للبرنامج وفي سبتمبر 2019 يعني كملت سنة وشهر تقريباً وانت تقود هذا البرنامج وهذا حيكون حديث حلقتنا اليوم عن معك بصفتك الرئيس تنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنا ودي أقولك شيء يا أبو خالق قبل ما نبدأ الحلقة هذي أني عادت أنا أحاول ألتزم بساعة ساعة وربع الحلقة وأناضل الجوال باية فترة عشان أطبط الوقت هالحلقة دي بني بناضل الجوال أبابتل أسأل وسولف عشان حاجتين الحاجة الأولى دايماً أقول أنا برنامج ندلب هو العمود الفقري وهو البرنامج الفاصل في تحقيق تنويع الاقتصاد أو الإخفاق فيه يا ننجح يا ما ننجح كل برامج الأخرى يعني البرامج الرؤية الأخرى مهمة حتى جعل بلدنا أفضل بس ما نقدر نقول نوعنا اقتصادنا ونقدر نقول نمينا الصادرات غير النفطية إلا إذا نجح البرنامج فهذا السبب الأول والسبب الثاني لأن يعني وثيقتكم طويلة جداً 600 صفحة تعمت ونقراها فبحل اللي قريته فتحملني أبرك السعاد إن شاء الله بإذن الله بننجح بإذن الله بننجح في تنويع الاقتصاد بقيادة سمو سيدي خالدم حرمين الشريفين وسمو سيدي ويل عهد بإذن الله تعالى طيب أول سؤالي أبو خالد وأهم سؤال هو ليش عندكم كل هالقطاعات المتعددة إحنا ما سنسوال عن مفهوم برامج تنفيذية هناك أكثر من ضيف قبل هالحلقة والتحدث عن هالمفهوم اللي هي برامج تحقيق الرؤية أنا الآن أريد أن أفهم ليش أنتم أنتم زي برنامج اسكان ولا برنامج قطاع المالي قطاع محدد أنتم عبارة عن صناعة تعدين خدمات لوجستية وطاقة ليش كل هذه في مكان واحد؟ حقيقة هذه بالنسبة لنا كلنا هي فكرة عبقرية من سمو سيدي ويل عهد وعلشان تكتشف العبقرية هذه من الأشياء اللي زي ثلاثين أبعاد لازم تلبس نظارة معينة عشان تشوفها بطريقتها بوجهة نظر البسيطة لازم تحط نظارة المستثمر عشان تعرف إيش قيمة القطاعات هذه إنها تكون مع بعض أي مستثمر يبي يستثمر في أي بلد أول شي طالعه وفرة الموارد لازم تكون منطقية سواء كانت طاقة سواء كانت مواد خام بيتروكيميا ولا حتى موارد طبيعية حديد وغيره فوجودها مهم جداً علشان المستثمر يختار هذا البلد الشي الثاني البنية التحتية سواء مدن صناعية قوة عاملة وغيرها من الأشياء اللي تساعد البنية التحتية إنه يختار هذا المكان الشي الثالث هو الوصول لأسواق سواء أسواق داخلية يكون في البلد فيها طلب عالي أو وصول سهل للأسواق فيها ما كانت طلب فلو تفسر المستثمر وشبيه يبي طاقة أو تعديل عشان الصناعة تقوم ويحتاج العصب للوصول للأسواق اللي هو الخدمات اللوجستية المحورين اللي نحارب عليه اللي نراهن عليهم المحتوى المحلي المملكة عندها قوة شرائية قوية الحمد لله والثورة الصعيرة الرابعة اللي هي التقنيات هنا صحيح ما عندنا عمالة كثير ما احنا زي الصين ولا الهند لكن عندنا شباب ذكي واعي وتقني نقدر اللي يقوم فيه ألف وألفين يسويه واحد من خلال استخدام تقنيات الثورة الرابعة فوجودها مع بعض عشان تكون الصورة واضحة كيف نحل البيئة الاستثمارية ونخليها مناسبة لاستثمارات صناعية نوعية تنقل المعرفة وتعدل اقتصاد وتنوعه وتبدأ إن شاء الله التصدير للعالم كله فهذا سبب وجودهم الأربعة في مكان واحد وأوكل البرنامج أو أسند إليه 11 هدف من الهداف ال 96 الاستراتيجية وتحولت إلى 330 مبادرة مسؤولة عنها البرنامج اللي تنتهي مرحلة الأولى في 2020 ثم تبدأ مرحلة الثانية من 2021 ودي قبل ما أنتقل للجزء الأهم ماذا حققتهم أبواكب خالد تشرح للمشهد في القطاعات الأربعة قبل رؤية 29-30 عشان نفهم حنا ليش قاعدين نحاول نطور أو نشتغل في هالمكان وش كان واقعنا في السابق في القطاعات الأربعة هذه ونخليها مختصرة عشان التركيز حيكون على ماذا حققتهم بس ودي أفهم وش المشهد ما قبل 2015 في القطاعات الأربعة هذه أول شي لما أتكلم عن البرنامج أنا ودي أوضح نقطة مهمة إن الأبطال في هذا البرنامج هي الجهات التنفيذية وقياداتها يعني سموا وزير الطاقة والفريقة الرائعة منظومة الطاقة هم الأبطال اللي يحققون المبادرات ويحققون حقيقة النتائج والإنجازات اللي يتحقق طموحات الرؤية معالي وزير الصناعة وثر المعدنية وفريقة معالي وزير النقل ومنظومتهم معالي وزير الاتصالات هذه المنظومات حقيقة هي اللي تحقق الأعمال التنفيذية والمبادرات تحققها هنا في المكتب البرنامج داعمين لهذا الأعمال ونقدم لهم جميع أوجه الدعم سواء بالتمويل في تخطيط في العمل أو في التصعيد لمجلس المقصدية والتنمية بقية السمو السيد والأهد لأي بالسي ولا أي سياسات الشرعات تحتاج عشان تفتح لهم مجال فهذه حقيقة مهمة جدا أن لجنة البرنامج بقية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفريق العمل اللي موجود يدعمون الجهات التنفيذية لكن هم اللي في مقدمة الإنجاز والعمل شيء الثاني المشهد في المملكة أو جهود اللي عملت في أربعين سنة والخمسين سنة في بعض القطاعات أو ثمانين سنة وتسعين سنة في الطاقة حقيقة جهود رائعة جدا نفتخر فيها نفتخر بما أنجزتها وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة نفتخر بصناعة اللي قامت حقيقة في الجبال وينبع وباقي أنحاء المملكة سواء بالأغذية وغيرها بالنقل الحقيقة عندنا بنية تحتية وأصول رائعة على مستوى المملكة الربط على المملكة حين رقم واحد على مستوى العالم فالمشهد ما كان حقيقة سيء بالعكس المشهد كان ممتاز ومشرف طيب لماذا نغيرها؟ نحن مربون غيرها سمو سيدي خادم حرام الشريفين وسمو سيدي وإلى أحد رفعوا السقف والطموح وحددوه إلى القمة وقال أن نستحق أن نكون أفضل وأفضل وأفضل لو عملنا مع بعض بطريقة تكاملية ليش نسوي مدينتين واحدة مدينة صناعية واحدة مدينة تعدينية إذا كان ممكن يكونوا نقراب من بعض في مدينة واحدة ونقلل الخسائر ونكسب وقت بشكل أسرع ليش ما نخلي الطاقة يرفع مزيز الطاقة علشان تبنى صناعة طاقة متجددة ليش ما نكلي صناعة العسكرية مع الصناعة المدنية يشوفون يصير في عندنا طلب عالي فيتقوم عندنا صناعات العمل التكاملي دائما يجعل النتيجة أفضل وزيرين مع بعض يشتغلون ممكن يحققون ون بلس ون يصير ثلاثة لكن لما مجموعة من الجهات التنفيذية تعمل بعض العائد للوطن أعلى وأعلى وأعلى بكثير وهذا هو الطموح هو ما كنا سيئين ولا حقيقة ندعي أن كان أحد مقصر لكن الحمد لله بالتكافل وبالتكامل مع الجهات تطلع النتيجة الأعلى وكانت في فرص كثيرة مهدرة ولعاهد ذكر في اللقاءه مع داود الشريان أن تمر قرابة 10 إلى 12% من التجارة العالمية في البحر الأحمر ومساهمتنا فيها 0% حيث خدمات اللوجستية وتزويدهم بالوقود والموانئ والمستودعات وإلى آخر عندنا ثروة تعدينية تقدر بخمسة تريليون ريال وما عندنا صناعة تعدينية فالمشهد ما كان مثالي المشهد كان جيد بس فيه فرص كثير مهدرة صحيح يعني أنت حطيتها وسمو سيدي حطها بنفس الصورة الوابحة نتكلم عن دور الميناء كخدمة للصادرات والواردات كان مؤدي أداءه لكن كانت تمر كثير ما نقدم خدمات مع أن وزارة الطاقة عندها خدمات بترولية عالية ممكن تقدمها ممكن المناطق مداولة تصير رائعة ممكن الصناعة تحط لها بعض المناطق اقتصادية الخاصة لكن ما تجي هذه الأشياء إلا بالتكامل والتفكير كمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف وطنية وليس تحقيق المانديت أو العمل المناط إلى هذه الجهة فمن هنا ضاعت كثير من الفرص أن الفرص اللي ضاعت كانت تتطلب أن أكثر من جهة يعملون مع بعض عشان يحققون منتج نهائي يخدم الوطن تعالوا خنشوف الآن في محور ماذا حققتهم وش الفرص اللي لاحقنا عليها في السنة اللي فاتت من لحظة إطلاق البرنامج إلى اليوم احنا في نهاية عشرين عشرين نبغى نعرفوش أبرز الأشياء اللي تم تحقيقها وممكن نمسكها محور محور كما يقولون أنتم عندكم أربع قطاعات فخلنا نبدأ من البداية من قطاع التعدين والطاقة اختر أحدهما وخبرني ما الذي حققناه في القطاعات طبعا بلا شك قطاع الطاقة هو قطاع ريادي على مستوى العالم من المملكة والمملكة في موقف يعني يخدم العالم كله من خلال شركة رانكو السعودية وموقعنا في أوبك فهذا حقيقة واحدة من الأشياء اللي حقيقة هننا فخورين فيها من خلال البرنامج عمل الجهات على تحقيق المستهدفات وتعدوه حقيقة مستهدفات عشرين عشرين أولا بما يخص طاقة الاستيعابية للغاز فعناها حقيقة كانت 12 مليار قدم مكعب خياسي الآن وصلنا إلى 18 مليار قدم مكعب وكان الـ تارغت فيه عشرين عشرين سبعة عشر بوينت 5 أو 7 هذه طاقتنا هذه طاقت الاستيعابية للغاز من ناحية ثانية كفاءة الطاقة كانت كفاءة الطاقة عندنا سبعة وثلاثين بالمئة رفعناها إلى تسعة وثلاثين بالمئة هذا حقيقة قفصة كنا نطمح فيها في عشرين ثلاثين الحمد لله حققناها في عشرين عشرين وهي تقريبا ما يكافئ ستة وخمسين مليون برميل نفط مكافئ تم حقيقة توفيرها من خلال هذا شكله مهم ده الغشمان مثلي شرون تشرح لهم هالمعلومة دي وش اللي من سبعة وثلاثين تسعة وثلاثين في المئة وش يعني هالكلام بكل بساطة الطاقة انت تحط نوع من نواع الطاقة ويطلع لك شكل آخر الطاقة تستخدم منها سواء كهرباء أو غيرها نوع الطاقة التي تستخدمها عشان تطلع الكمية هذه من الكهرباء الكهرباء قد تستخدم أحيانا نوع من الطاقة غالي ويطلع منها كمية غير كافية فالأصلا تستخدم أفضل نوع من الطاقة وأرخص نوع من الطاقة والذي يطلع لك أعلى قيمة من الكهرباء البترول ومشتقاتها الديزل هذه تعتبر عالية التكلفة من خلطة الكفاءة انتم الآن تستبدلونها بالغاز فمن 37% إلى 29% الآن وصلتوا وهذا كان هدف 20-30 وهو تحقق اليوم هذه جهود رامكو السعودية وشركة الكهرباء والأعمال اللي قاموا فيها هذا من جهة كذلك من جهة ثانية الشكل الجميل اللي اشتغلوا فيه الأخوان في كفاءة وترشيد اللي هو العمل مع المستهلك الأخير في المكيفات ذات الطاقة الحقيقة والموفرة هذه حقيقة أعمال برضو جميلة وحققت مردود جميل على استيعاب الشبكة كم وفرنا في هذه البرامج؟ هل يحضرك الرقم؟ لا والله ما يحضن الرقم لكن الأخوان يتكلمون عن مرحلة الصيف في 2019 كانت الأقل استهلاك على مستوى تاريخ المملكة علشان استخدام الأمثل اللي صارها وغم أنه فيه نمو في السكان ونمو في الطرق برجع الموضوع الغاز قبل فترة سمعنا عن اكتشافات ضخمة جدا في موضوع الغاز صحيح وش فكتها اكتشافات وش علاقتها بال 17 أو 18 مليار غدا مكعب؟ طبعا هو المعمل لما ينتهي ويبدأ يشغل هنا تبدأ الغاز جاهز للطرق لكن هن الحمد لله قاعدين برضو نكتشف حقول بعدها تطلع عليها معامل إن شاء الله وتبدأ تصير جاهزة أو تربط بمعامل عشان تصير جاهزة للخروج بس الآن الحمد لله هن شغلنا كذا معمل في أرامكو اللي وصلنا إلى 18 مليار قدم مكعب عظيم الغريب أنه اللي يشوف كل هذا الاهتمام بمصادر الطاقة الطبيعية أيضا نشوفكم شغالين في موضوع الطاقة متجددة أنتم تبعون طاقة متجددة أو تبعون طاقة طبيعية هذا دور المملكة يعني اللي وضحته لك أن الرياضي في الطاقة أنها أي طريق لتقديم أو توفير الطاقة للعالم وليس للمملكة هو مهمة خذتها للمملكة على نفسها صحيح أننا معروفين بالبترول الغاز لكن أعطت المملكة حقيقة رسالة واضحة من خلال سكاكا ودومة الجندل أول مشروعين للطاقة المتجددة في المملكة سكاكا 300 ميجا واط ودومة الجندل بـ 400 ميجا واط هذا تقريبا 45 ألف بيت وهنا تقريبا 65 ألف بيت هذه تقريبا رسالة واضحة أننا متوجهين لمزيج الطاقة والبحث على الطاقة بجميع أنواعها وما هو بس كذلك بس هذه المزوعة نسمع عنها بخالد أسفح عن مقاطعة ولا شفنا شيء لا موجودة مشروعين هذه سكاكا اشتغل في سكاكا طبعا 300 ميجا واط وفيدنج بغريد بدأ المشروع بدأت إنشاءاته لا لا شغال شغال ففي 45 ألف بيت اليوم كهربهم مغطة من مصادر طاقة متجددة صحيح هذا شيء تم وصار ما هو مشاريع لا لا موجود ودومة الجندل دومة الجندل على وشك طبعا الويند يمكن شفتوها في الواتساب بدأوا ينقلون الأجزاء حقا الواحة حقا الرياح لكن المشروع إن شاء الله على وشك إنه ينتي ونحتفل إن شاء الله بعملة زي ما اعتبرنا بس كاكا وبإذن الله إذا تبغى تزور س كاكا حاضرين والله ودي بالعكس براكم ساعة يعني نشوف هالمشروع اللي تحول اليوم حقيقة لأن هذا من أوائل المشاريع اللي أنا عنها والعهد في مؤتمر إطلاق الرؤية سؤل عن موضوع الطاقة متجددة وتحدث عن هالمشروع تحديدا إنهم يخططون له فاليوم أنت تقولي إن هذا مشروع انتهى واشتغل صحيح وش هدفنا في 2020 وش أهدافنا المستقبلية فيما يخص الطاقة المتجددة طبعا اسموه وزير الطاقة أعلن إن إن شاء الله في 2030 بنوصل إلى 50% مزيج الطاقة من الطاقة مجددة وهذا المستهدف في الأكثر طموحا على مستوى العالم اليوم كم؟ اليوم لا شي صح؟ اليوم بسيطة هذه تجربة بسيطة حق 300 الأغلب اليوم من أي مصدر اليوم؟ الغاز اليوم الأغلب من الغاز صحيح وجزء من الديزل والمشتقات البترول والديزل لا يذكر من الطاقة المتجددة صحيح في 2030 نبواها 50-50 50% 50% طاقة المتجددة و50% الأخرى من الغاز فحيكون صفر بترول مشتقاتك بإذن الله وهذا يعطينا فرصة نسفيد منها بتركميك تصدير وغيرها بإذن الله وإش كان هدفنا في 2020؟ كان تقريبا 3% بس حقيقة ما حققنا كانت مجموعة من المشارية وإن شاء الله إنها ما زالت على قوتهم 2020 ما انتهى ممكن تطلق بعض المشارية بس ما راح تكتأتهي إن شاء الله في 2020 لن تأخذ وقتها لكن الأساس سمو الوزير في طرحه كان مهم أن المحتوى المحلي يكون جزء من هذه المعادلة الرسالة واضحة واطلقة للعالم أننا متوجهين لهذا التوجه الآن المزيج هذا لازم يبنى معه محتوى محلي ومهتم سمو الوزير بالمحتوى المحلي وكذلك البرنامج يعناه بقيادة معالي الوزير بندر أبراهيم الخريف في حقيقة تأصيل المحتوى المحلي في جميع المشاريع المستقبلية في المملكة فهذا يمكن سبب لتعزيز التوجه إنه ما يطرح المشاريع إلا بقيمة إضافية من المحتوى المحلي بمعنى أنكم تبعون في مصانع تكون موجودة تنتج لهذا المشاريع صحيح تقدم هذا المشاريع أوكي وهذا متوقع أن يكون قريب بإذن الله في وقت معين والله ما أدري حقيقة مثلا بالضبط بتطلق المشاريع في ستة مشاريع وبعدها في قدامنا إلى 25 تقريبا أكثر من 40 مشروع من المشروع من الآن إلى 2025 إن شاء الله وعندكم رقم في 2025 للطاقة المتجددة نسبة نسبة أو رقم جيجا وات لسا لكن على حسب المشاريع إن شاء الله رح تكون إن شاء الله واضحة ومع في لجنة عليا يقودها سمو سيدي ويلعهد لمزج الطاقة المتجددة بنشوف إن شاء الله الرقام كيف تكون موافقة عليها عظيم هذا في قطاع الطاقة قطاع التعدين وش أبرز ما حققناه في الثلاثين اللي فاتت أنا ودي بس أوضح أن ترى برنامج مثل برنامج ندلب ثقيل من ناحية البنية التحتية يعني جميع أعمالها ما رح تكون ستة شهور وسبعة شهور تشوف نتائج لازم نصبر على أعمالنا وهذا حقيقة مو عذر للسعودية لو ترجع الأسرع الاقتصادات اللي بدت في العالم كلها على 17-18 سنة عشان بدأ يشوفون العائد الاقتصادي بشكل سواء كوريا الجنوبية ولا اليابان ولا ألمانيا ولا ماليزيا كلها تاخذ وقتها لبناء البيئة الاستثمارية بالطريقة الصحيحة جذب المستثمرين صحيح نقل المعرفة لكن لازم تخطيط حقها يكون بشكل مباشر فأهم شي اشتغلنا عليه اشتغلوا عليه اخوان في وزارة الصناعة في قطاع البرنامج أو قطاع التعدين في البرنامج كان البنية التحتية الأساسية وهي بالنسبة للتعدين الأساس النظام النظام الاستثماري إن يكون فيه نظام استثماري شفاف جاذب للمستثمرين شي الثاني المعلومات التعدين مبني بناء أساسي على كم معلومات تقرطيني عن هذه القطعة من الأرض علشان أنا أتحمس وأجي أستكشف فيها والحقيقة المعلومات اللي كانت عندنا بسيطة جدا المعلومات اللي بنطلعها من خلال البرنامج الأكثر حقيقة طموحا على مستوى العالم في الدرع العربي اللي أطلق يظل يمكن يومين برنامج يتم فيه مسح الدرع العربي استخراج معلومات ذات قيمة عالية ووضعها بين يد المستثمرين علشان يجون ويستثمرهم المملكة وش كان مشهد سابقا ليش يعني ليش مشتثمر ما كان يجي المعلومات كانت بستينات يعني آخر مرة تم المسح كان قديم جدا فالمعلومات أول شيء غير عميقة وبسيطة فما كانت تعطي أساس فيه كان مجموعة بسيطة من من الفرص معادن أو غيرها بس إنها كانت غير غير مغطية مسحات الدرع العربي وأنواع الفئة ألف من المعادن النحاس والذهب وغيرها من المعادن اللي حقيقة موجودة في بلدنا الغليل والآن هذا المسح بدأ وتوقع عقده قبل يومين ولا عزمتوني تعزموني المرة الجاية بإذن الله ترى حساتنا كورونا أنا أعتذر من الجميع أن كورونا كانت تخلي دائما أن نفتقد ناس غالين يكونوا معنا في بعض احتبالات حسن الله يقويكم لكن النظام متحدث والمسح وانطلق متى يكتمل المسح؟ هو يخلص في 25 5 سنوات المرحلة الأولى يعني ما في مرحلة ثمين قبل 5 سنوات لا بالعكس فكرة المسح جميلة جدا وذكية أول ما يصير في معلومات عن منطقة ينطلق على طول شيء اسمه مسح مسرع يعطي معلومة إضافية عن هذه المنطقة بعدين تطلع بكيج للمستثبري فبمجرد ما يجي الاندكيشن الأول معلومات الأولية عن هذه المنطقة ونأخذ فيها المعلومات سنسميها فيها ألف من المعلومات تلقى فيها أن هذه المعلومات كافية ننتقل للمرحلة الثانية المرحلة الثانية هي المسح الأكثر وهو يعطي معلومات أكثر عمقا ومنها حقيقة تسلم للمستثمرين للاستثمار فيها فتطلع بكيج من الحين إن شاء الله إلى خمس سنين متوقع إن شاء الله يعني نحصل أكثر من أربعين مليار ريال من استثمارات استثمارات أربعين مليار خلال خمس سنة القادمة هذا هو المستهدف إن شاء الله بإذن الله في معلومة برضا أو خبر كان غريب في قطاع التعدين اللي هو موضوع إنشاء شركة التعدين شركة التعدين خدمة التعدينية أي وفي ناس كانوا يقولون معادن عساها بحملة تثور نروح نحط شركة ثانية نتنافسها ليش ننشأ شركة التعدين وعندنا شركة ما بعد فلحت لا هي ما هي شركة تعدينية هي شركة خدمات تعدينية هي حقيقة موضوع الشركة هذه لخدمة المستثمرين بتقديم خدمات سواء خدمات الترخيص خدمات المراقبة خدمات الإضافية للمستثمرين هي ليست منافس لمعادن ولا منافس للمستثمرين بالعكس هي موجودة لخدمتهم كيف؟ أنا المستثمر وش تقدم لي الشركة هذه؟ واحدة من أهم يعني المشاكل اللي هي طلبات الترخيص كيف تطلب الترخيص مدة الترخيص هذه الشركة بتساعدني في تسهيل أعمال الترخيص وأجعلك سواء كنت شركة متوسطة أو صغيرة أنك تكون لك حقية الحصول للترخيص الشيء الثاني المراقبة طبعا دائما تعرف هذا الثروات الوطنية لازم يكون عليها مراقبة ذكية وما تكون طاردة يعني فوجود شركة تقوم بهذه الأعمال بشكل احترافي وكذلك لتقديمها بطريقة متناسبة مع المستثمرين مجموعة أيضا من الخدمات التي تسهل للمستثمر أعماله سواء تجديد غير تجديد وغيرها فهم قبيلي تقريبا يعني كاني مستثمر أنا أروح لهم ونفسرهم ونخلصون أشيائي وإحتياجاتي هذه شركة أنشعت وبدأت هذه أنشعت لكن أعمالها لسه ما بدأت تعرف أنت الشركات بمجرة إنجاها تحتاج تأسيس المجلس والأعمال ثم تنطرق لكن إن شاء الله متوقع أننا نتوقعها بشكل سريع كم حجم الثروات المعدنية المؤكدة اللي عندنا في السعودية طبعا المسح الأول يعطانا خمسة تريليون ريال الحمد لله وعادة هذا يكون الأول المتحفظ يعني إن شاء الله مع البحث اللي بيصير الآن بنكتشف إن شاء الله أكثر وأعلى وهذه قيمة خام بمعنى إذا تحوت للصناعات ممكن الرقم هذا يكون أضعاف وضعافة صح ولا هذا قيمة الفرص حق التعدين لا لا هذه بس الخام هذا خام يعني لو نستخرجها ونبيعها هذه قيمتها وهذا لن يحدث اللي بيحدث أنها بتقام عليها صناعات زي ما صاف الفوسفات وعد الشمال صحيح 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 المواعد الخام بمجرد ما يبدأ تصنيحها من المد إلى الداونستريم اللي هو آخر مرحلة يطلع القيمة أعلى بكثير خلاص المادة ما تكون هي الأساس في البيع هو المنتج الأخير اللي يطلع وقيمته للسوق إذا كان مثلا الألمنيوم الألمنيوم شيتسة اللي تستخدم لطيارات قيمتها لخدمتها لطيارات اللي تستخدمها أو السيارات يعني الألمنيوم اللي يستخدمها مثلا في الرينج روفر ولا في الجاكور اللي من المملكة يطلع هذه قيمة الطرح حقها هذي معلومة أو مثال اثنينهم هذي معلومة مثال صحيح الألمنيوم في الجاكور هطاعم عندنا صحيح ما شاء الله نعم وإيش هم المعادل اللي موجودة في السعودية اليوم فوسفاة طبعا والألمنيوم طلع من مهد الذهب الذهب يعني عندنا الحمد لله معادل اللي داخل الأرض عندنا الحديد حقيقة من المعادل اللي موجود النحاس مليئة يعني أنا بكل بساطة لو بأسوي لك يعني تصوير السعودية لو تقسمها من النص جزء الشرقي فيها الحمد لله كلها غاز و بترول والجزء الغربي فيها كلها معادل بجميع أنواعها اللي هي في الدرع العربي فالحمد لله نحن محضر يعني هاتي تانيوم جميع أنواع المعادل الحمد لله موجودة في المعادل الحمد لله هذه يعني معلومات جيدة عن قطاع التعدين الآن نبروح لقطاع الصناعة ودي يعرف شابرة ما تم تحقيقه في القطاع خلال الفترة الماضية في الصناعة صار تركيز في البداية على محاور أساسية أول محور هو التمكين المالي كانت مشكلة كبيرة عندنا أن نبغى نساعد المستثمرين بتمكين مالي فأول شيء تم ما تم رفع رأس ما صندوق تنمية صناعي إلى 105 مليار بعد ما كان 65 مليار زدناها 40 مليار عشان يدعم الصناعة ويدعم باقي قطاعات البرنامج كذلك تحويل منتجاته عمل صندوق عمل رائع أنه يحول منتجاته إلى منتجات إضافية يقدمها للصناعة شيء الثالث بنك الاستيراد والتصدير وهو حقيق بنك مهم جدا يساعد المستثمرين للتصدير هذه الحلول المالية كانت مهمة جدا والحمد لله كلها تم تحقيقها من ناحية ثانية السياسات التشريعات المحتوى المحلي كان ما عندنا تشريع حقيقة يساعد المشترات الحكومية أنها تدعم المحتوى المحلي الحمد لله لأنه عندنا نظام يحمي ويساعد المحتوى المحلي أنه يدعم الصناعات في المملكة كذلك طبعا ما هو إنجاز البرنامج لكن إنجاز الوطني إنشاء الوزارة الصناعة وثروة معدنية كانت تكون حقيقة تركز في بناء القطاع وحقيقة وصول إلى الطموحات الوطنية المطوبة بقيادة مع الوزير البندر برحيم الخريف اللي هو قادم حقيقة من صناعة وعنده خبرة حقيقة كبيرة في هذا المجال موضوع الصناعات العسكرية في وثيقتكم وبخالد كان مكتوب إنه ستعلم مبادرات خلال نهاية 2019 بس ما ما بعد قرأنا شيء فيما يخص الصناعات العسكرية ما الذي حققنا في هذا الملف وما الذي نطمح له في هذا الملف حكم أنها يمكن أهم عنصر من عناصر المحتوى المحلي اللي ذكرها هولي العهد بأنه عندنا إنفاق عالي جدا نحن الثالث عالمية ولكن ترتيب جيشنا في العشرينات وهذا يعني ترتيب جيشنا في العشرينات ونسبة المحتوى المحلي من هذا الانفاق 2% أو أقل فما الذي حققناه في موضوع الصناعات العسكرية وين رايحين التشريع كان مهم وجود هيئة العالم الصناعات العسكرية هذا كان جزء مهم أن تكون هي الرابط ما بين العرض والطلب فحقيقة تكونت الهيئة والآن تمارس أعمالها بكل حقيقة جدارة وأول إنجازاتها كانت حقيقة الرخص اللي بدأت تعطى للمسنعين السعوديين للقيام بالعمال فهذا وحدة من أشياء اللي احنا نفتخر منها الحمد لله جاءت على هذا الواقع اثنين طبعا قيام شركة سامي اللي هي شركة السعودية للصناعات العسكرية بأعمالها واستحواذات في قيام حقيقة إن شاء الله شركة أخرى مثل المؤسسة العام للصناعات العسكرية لخدمة هذا القطاع من ناحية التصنيع هذه حقيقة هي الأساسيات اللي بنت عليها المرحلة زي ما قال سمو سيدي إن عقود اللي راح تكون راح تكون مربوطة بمحتوى محلي في المملكة ومن هذا راح تنشأ إن شاء الله كثير من الصناعات العسكرية وراح تكون في بعضها صراحة مشتركة بين الصناعات العسكرية وصناعات المدنية وهذا حقيقة الفائدة في وجودهم في برنامج ندلب يعني بكل بساطة نتكلم عن الكفرات في كفرات في المدرعات وفي كفرات في السيارات هذه فرصة هنا وهذا فرصة هنا هل هذا ممكن تكون لنا فرصة متكاملة إلى وجود المطاط في منتجات شركة سابق فوجود التحويجة الكاملة ممكن تخلي المستثمري يدخلون بشكل أوضح ويصنعونها في المملكة هذا بس مثال بسيط ولا أمثلة شوفنا قبل يومين موضوع السفن الاعتراض كذا اسمها صحيح هذه تم توطينها مع مصانع الزامل صحيح وهي جزء من عدة يعني مشاريع وعقود بدأ فعليا توطينها صحيح وهل عندك نسبة المحتوى المحلي اللي وصلنا في الصلاة العسكرية ما عندي لكن اللي عرف ان ان شاء الله نطمح إلى تقريبا نصل إلى نسبة في 20-30 عالية 50% ان شاء الله لكن الارقام الآن ما تحضرني حقيقة هذا فيما يخص الصناعة ويمكن ما هطول كثير في الصناعة لأننا موعدين بحلقة مع أبو عبد العزيز مع علي أسامة الزامل إن شاء الله أسبوع الجاي يعني بنفس صحيح لك فما هنطول في الصناعة إذا تبغى أعطيك أسئلة شوية وفي القطاع الرابع والأخير هو قطاع الخدمات اللوجستية أنا ودي قبلها أبو خالد تشرح لي وش يعني خدمات اللوجستية لأن كل واحد قاعد يعرفها على كيف وعجز تعرف ما هو نطاق كلمة خدمات اللوجستية ووش حققنا فيها جميل السؤال الخدمات اللوجستية أنا أقول أنها ثلاث مرات المرتبة الأولى وهي البنية التحتية طرق مواني مطارات هذا البنية التحتية الأساسية لمعتمدة على النقل بعدين تجي المرحلة اللي بعدها وهي مرحلة دعم سلاسل القيمة وهي مثلا خطوط الملاحة وغيرها اللي توصل بعض الشاحنة بالقطار بالسفينة والتسلسل بينهم حيث أنك تقدر توصل من منطقة إلى منطقة بالطريقة الأسهل لهم بعدين تجي المرحلة الثالثة وهي سهولة الخدمات والبروستيس جمارك رخص قيمة فلوس كم تكلفك عشان توصل هذه الثلاث مراحل لازم تطابقون مع بعض أن تكون تنافسية كاملة أقدر أوصل للنتيجة حقتي أحيان لما تروح تبقى تسافر إجازة ممكن تروح تاخذ من خطوط السعودية إلى هنا وبعدين تروح من خطوط الهندية إلى هنا أو تروح موقع وتعطيه دور ويعطيك الزبدة كلها وهو يحلك المشاك ويعطيك أرخص طريق مسار وأسهل شيء أنك تطق أنت وتدعي فلوسك نرى واحد وانتهى الموضوع هذا بالضبط نتيجة عمل ثلاثة مراتب مع بعض المطارات موجودة الخطوط الملاحية يقدر يشوف وين توصل بعدين شاف لك السعر للأرخص وطريق الأسهل لوصولك وقال لك ترى وقفة ولا وقفتين وأربع ألاف ريال وتوصل إلى مكانك بشكل سريع خدمات اللوجستية للبضائع والاستيراد والتوليد نفس الشيء يشوفون الطريق الأسهل للوصول للسوق اللي يوصل له والمراحل الأسهل والأخف عليه من ناحية الكوست والقيمة فهذه تقريبا هي الخدمات اللوجستية اللي نحاول أن نقدمها للصناعة والتعدين والطاقة أتذكر أنا في حلقة سابقة مع أبو محمد مع عادي رميح رميح كان في سؤال من أحد المستثمين في القطاع وكان يقول له حنا منسوبي القطاع اللوجستي أيتام مالنا وزارة يعني تمثل مظلة لنا زي بقية القطاعات فهل ما زالوا أيتام منسوبي القطاع اللوجستي تبص صراحة صراحة سمو سيدي ولي العهد ما أعطي اهتمام كلي للخدمات اللوجستية وبلا شك إذا كان سمو سيدي حاط اهتمام بشيء أكيد إنه ما هو يتيم لكن على أرض الواقع سمو سيدي خادم حرامين الشريفين أصدر أمر سامي إنه تنشأ لجنة خدمات لوجستية تنفيذية تحت برنامج ندلب بقيادة معالي وزير النقل وبعضوية أكثر من 18 جهة يجتمعون بشكل دوري أسبوعي تقريرا لمتابعة القطاع التحديات والمبادرات اللي إن شاء الله سيتم تطبيقها من خلال برنامج على طول معالي الوزير المهندس صاحب جاسر أنشأ مجلس مجلس الشراكة اللوجستي وجاب مثلي من القطاع الخاص وصاروا في فريق عمل يعطون الملاحظات على الاستراتيجية يعطون الملاحظات على المبادرات ويعطون التحديات وتروح على طول للجنة لحلولها وبشكل أسبوع نشوف كم حلينا وكم تحدي باقي فأأكد لك إن له على حين أكثر من 19 أب بالإضافة إلى اهتمام من سمو سيدي والوحد وهذا اللجنة هي اليوم تمثل المرجعية التشريعية للقطاع اللوجستي اللي هي اللجنة الخدمة اللوجستية وش أهم ما تم تحقيق في القطاع يمكن واحدة من الأشياء الجميلة حقيقة اللي كانت ينتظرها القطاع الوصول لخطوط ملاحية جديدة أربع خطوط ملاحية جديدة إلى شرق أفريقيا وإلى شرق آسيا وإلى العين السخنة والعقبة هذه حقيقة كانت نقطة جميلة التخصيص اللي صار في موانئ الدمام وجدة تقريبا أكثر من 16 مليار من خلال شركات متعددة المفروض لهم يقدمون خدمات إضافية و راح يضعون استثمارات ليرفعون مستوى الأرصفة اللي هم مسؤولين بما نجيبنا طالي هالموضوع حطرح السؤال اللي بعض الناس بيحبونه بس هازم أطرح لأن هذا السؤال متداول فتحملني في ناس طبعا الإمارات علي عيننا وراسنا وجار عزيز وغالي بس في ناس قاعدة تتساءل تقول وش اللي يخلينا نحرص على أن نسلم إدارة موانئنا لشركات الإماراتية في المقابل اللي فيه تعارض مصالح واضح بين تشغيلهم لموانئنا وبين استمرار الخدمات من جبل علي فإلى أي مدى نحن نخاطر بمثل هذا الخطوة خلنا نبدأ أولا بالأساس العمل على تخصيص هذه المناطق مش على بروسس أأكد لك أن المراجعات له مرت على مراحل وتدقيق كامل وضمان حق المملكة وحق الموانئ في أي شراكة مع أي شريك والعقود حقيقة تربط الأمور والسل وضمان الخدمة ما بين الشركين اثنين حقيقة هننا نتكلم عن البحر الأحمر وليس عن مكان ثاني البحر الأحمر هو حقيقة الفرص فيه عالية جدا ويختلف اختلاف كثير عن أي مكان ثاني وعندنا ما هو مينة واحد عندنا أكثر من أربع موانئ عن البحر الأحمر فهننا ما نتكلم عن المخرج الوحيد أو المدخل الوحيد ثالثا أصلا إدارة الموانئ ما زالت ما هي عند الشريك ولا بالأكس هو ماسكين جزء معين مرحلة الإسناد وشوها الجزء عشان يقدر أفهمه أكثر مجموعة من الأرصفة يكون هم مسؤولين عن الخدمات اللي عليها وفيه شريك ثاني هو شركة البحر الأحمر تقوم بخدمات أسناد أخرى وجود طبعا الهيئة العامة الموانئ كإدارة كاملة للميناء الجدة هذا النقطة النقطة الأخيرة أن بلا شك بلا شك الأخوان الإمارات أخوان ولا نشك في حقيقة في مدى صدقهم في الربحية المشتركة في هذا العقد وليس أن أحد الشركاء يطمح إلى خسارة الآخر بالعكس هي ربحية مشتركة هم عندهم خبرات اللي اكتسبوها وحن عندنا الآكس البحر الأحمر اللي ممكن انحقق مننا إن شاء الله خدمات إضافية العملاء اللي بيجون يوقفون في المملكة وإن شاء الله يضعون سفنهم ويصدرون أو وردون من خلالها وش مكاسب المملكة من هالعقود هذه وش وش كاعدين نكسب إحنا من العقود التخصيص هذه طبعا فوائد كثيرة بس خلني لخصلك أهمها الكابكس اللي هو المبالغ اللي تدفعها كرأس مال اللي عادت من تفاعل حكومة ما يحتاج تفاعل حكومة رح يقوم فيها الشريك عشان كذا قلتك 16 مليار كان المفروض المدفعها الحكومة عشان تعزيز هذه الخدمات الآن تدفع من خلالها الشريك اثنين نوعية الخدمات للمستفيدين من هذه المقال راح يتبتعون بخدمات إضافية لو أبغى بثلك إياها خارج الموانئ كأنك أضفت VIP Services و Basic Services و Services للشركات للسيارات الكبيرة وسيارة صغيرة وغيرها فنوعية ال customer oriented الخدمة للعميل راح تكون أكثر سلاسة على حسب الفرص الموجودة له طبعا الشريك يبغى يحصل على ميزات فلازم يقدم خدمات إضافية للسفن القادمة على طال الخدمات الجستية تدكها من مبادراتكم تشغيل مطار الجبيل بشكل تجاري بحلو يعني خلال ما قبل 2020 ليش ما تمتها المبادرة بعض الأفكار اللي نحطت في البرنامج كانت مربوطة بالدراسة فإذا نتجت من الدراسة طبعا نحط المبادرة وتحط المنتج منها لكن إذا نتجت الدراسة أن الأفضل أن ما يتم هذا الخيار ويختار خيار ثاني ما نتم هذا العمل مثال الجبيل الدراسة إلى الآن ما انتهت الخيار هل القطار اللي من جين الجبيل والدمام رح يكون كافي لخدمة مطار الدمام حكوا أن ما وصل طاقته الاستيعابية أصلا بطار الدمام أو أن بالفعل نحتاج إلى مطار تجاري في الجبيل هذا الخيار إلى الآن قيد الدراسة النهائية وحقيقة معالي عبدالله السعدان في لأي الملكي الجبيل وكذلك معالي المهندس صالح الجاسر ومعالي عبدالهادي المنصوري يجتمعون على الموضوع هذا لوصول إلى القرار النهائي هل تستخدم الجبيل أو نكتفي بالقطار إن شاء الله اللي راح يكون هو طريق الأسلم للوصول للجبيل كبديل فهذا حقيقة النتيجة كثير من المبادرات تكون مبنية على دراسات الدراسات هي اللي بتقيم أن ناخذ هذا القرار أو عدم أخذه والدراسات حقيقة أحيانا تمر على فلاتر لما توصل للقرار إن شاء الله يكون الأصح بس أول نوعيك أبو خالد عن موضوع المؤشرات اخترت أربع مؤشرات أولها هو مؤشر أداء الخدمات اللوجستية هذا المؤشر منصوص عليه في رؤية سعوديةشن ثلاثية في الوثيقة وأنه هدفنا ننتقل من مرتبة 52 إلى مرتبة 25 بحلول عام 2030 الواقع أننا نبتعد عن هدفنا وش السالفة أنا ما نبتعد عن هدفنا الكي بي آي أو المؤشر نزل أداءنا تقييم الجديد حق البي آي طبعا التقييم حقهم مبني على استبيانات معينة ترسل فجزء كبير من أهمية تسويق التحسينات التي تقوم فيها المملكة للناس التي تجيهم الاستبيانات لأن بعضها ما يرسل للمملكة ولا يتعامل مع المملكة فمهم جدا أن يكون التواصل مهم لكن ما بعدنا هدف هننا إلى الآن متوجهين في التحسينات التي نقوم فيها ونعرف حقيقة أن كل واحدة وكيف أثرها سواء في طبعا هو مؤشر لكن تحت ست مؤشرات كل مؤشر يتختص بنوع من أنواع الخدمات بإذن الله إن شاء الله 2020 بيطلع نهاية السنة كان المفروض يطلع في كتوبر لكن تأخر عشان الكورونا والوضاع متوقعين بإذن الله أن يكون فيه تحسن كبير في المؤشر طموحنا إلى الآن عالي إن شاء الله وطموحنا إن شاء الله أعلى بإذن الله في 25 و2030 إن شاء الله مو ملتزمين بالـ 25 إن شاء الله أعلى وأعلى إن شاء الله بإذن الله المؤشر الثاني هو مؤشر التجارة عبر الحدود وهذا يذكرني بوعد أعطانايا أبو عبد العزيز مع علي أحمد حقباني خامس حلقة من حلقات سقراط اليوم حلقة 36 خامس حلقة سألت عنها المؤشر قال لي أو يعني أعدك بلال على الجهد اللي تم من المنظومة إنه 2019 حيكون فيه تحسن 2018 كانت ترتيبا 161 2019 ترتيبا 86 فهذا المؤشر كان فيه قفزة جيدة حمد مؤشر تنافسي صناعة لم نتغير فيه كنا 37 وصلنا 37 ما زلنا 37 فهذا ما فيه تغير ودي حقيقة أول شيء أني أعطي أهل الحق يعني التجارة بالحدود جهود رائعة جدا بدأت بتكوين فريق ولجان بقيادة لجنة تيسير معالي الدكتور ماجد القصبي وجهوده حقيقة في دفع عجلة الانجاز في الموضوع ثم حمل المشعل في الجمارك وأعمالهم الرائعة اللي حقيقة قفزت في المملكة هذه القفزة وامتوقعين حقيقة أن هذه مجرد بداية لقفزات في هذا المجال أعلى وأعلى نشكرهم حقيقة على هذه الجهود ولها أثار على الخدمات اللوجستية على الصناع على جميع حقيقة قطاعات البرنامج آخر مواشر هو مواشر الابتكار منفل الابتكار والبحث العلمي هذا يعني موكل إليكم في ندلب وهو رقم نتراجع باستمرار فيه من 2014 إلى 2019 كنا 38 صرنا 68 يعني من جرف الدحديرة على ما يقولون متى بنوقف مسلسل التراجع في هذا المواشر طيب هو المواشر ما هو موكل هنا أجل هذا مواشر عالمي لكن ما هو موكل لبرنامج ندلب لكننا نتابع زي جميع القطاعات في المملكة لأنه مهم حقيقة أداء الابتكار نقطتين مهمة في الموضوع هذا البحث والتطوير والابتكار منظومة متكاملة هي ما هي من منظومات داخل ندلب لكن ندلب مهتم جدا بالجزء اللي خص قطاعات البرنامج والشي حقيقة التحول الأساسي اللي سويناه في البرنامج حقيقة واللي أنا حقيقة أعتقد أن لجنة البرنامج قررت القرار هذا بكل حقيقة حكمة تحويل أعمال أي أعمال في البحث والابتكار والتطوير إلى مستهدفات القطاعات وليس مستهدفات لوحدها يعني لا نحمل الابتكار للابتكار نفسه وإنما نعمل الابتكار لخدمة صناعة معينة ولا خدمة تعديل ولا خدمة طاقة ولا خدمة خدمات لوجستية هذا التحول وربط المبادرة بالمستهدف على مستوى القطاع وعلى مستوى الصناعة خلانا يشير عندنا العلاقة بين المسبب ونتيجة واضحة جدا وهذا الحقيقة اللي بطموحها بنرى بريج الطريق اللي ما بين البحث والابتكار وما بين السوق القطاع الخاص اللي لازم يشوف كيف يقدر يحول هذه الابتكارات إلى أرض الواقع نتمنى أن هذا التحول يطلع لنا إنتاج ابتكارات حقيقية نراها في السوق تجي علاقاتهم موازية لمنتجات صنعة في السعودية هذا الطموح حقا لن يصير عندنا منتجات مبتكرة عليها صنعة في السعودية ومصنعة ابتكاراتها في المملكة وترتيبنا في عشرين عشرين وين وصلنا ستة وستين ستة وستين فالآن نحن بدينا نتقدم وقف النزيف وقف النزيف وإن كان وقف طفيف صحيح بس يعني خبر جيد أننا على الأقل وقفنا النزيف في مجموعة مبادرات ابو خالد يعني لقطتها من الوثيقة أبغى تعليقك السريع عليها إذا سمحت عشان الوقت في مبادرة تأمين اتفاقية مع مصنع رئيسي لتطوير صناعة السيارات في المملكة بحلو عشرين عشرين هذا الأمر لم يتم لماذا؟ هذا صحيح هي صناعة السيارات خلنا أقول لك عمر ليش المملكة مهتمة بصناعة السيارات صناعة السيارات هي صناعات معرفية لما تجي الصناعة تجيب قيمة معرفية عالية للبلد لأنها أول شيء فيها الإنجينيرينج فيها الإلكترونيكس فيها الحجم معرفي كبير من ناحية سواء المخزون الداخلي بالاحتراق أو حتى الكهربائي وغيرها فهذه الكمية من المعرفة لما تجي البلد تفتح صناعات أخرى وتطلب لباقي صناعات سواء حديد ألمنيوم وغيرها فهذا هو السبب الأساسي الذي خلل المملكة مهتمة بصناعة السيارات الطريقة الأسلم في جلب هذه الصناعة أنك تشوف حج الشركات العالمية التي متقدمة في هذا المجال وتجتبها وتفتح مصنعها في السعودية وتبدأ مرحلة نقل المعرفة بهذه وهذا حقيقة الأسلوب التي تخذهه في جميع أنحاء العالم طريقة ناجحة لجذب هذا المستثمر يجب أن نقدم تسهيلات ونقدم محفزات أحيانا نصل إلى اتفاقات وأحيانا يكون المحفزات المطلوبة أكثر كثير من العائد المعرفي اللي بيطلع منها وممكن نحصل العائد المعرفي عن طريق الشكل فإلى الآن ما وصلنا إلى هذا الاتفاق اللي يكون فيها ربحية للجميع وين وين حيث أنه يجي ويفتح مصنعة وحينا نكسب المعرفة عشان كده تأخر هذا الاتفاق هل ألغي؟ لا ما ألغي اقتناص الفرص جزء من البرنامج وجزء من أعمال الرؤية لكن إلى الآن هن لم نجد الحل النهائي من ناحية ثانية السوق تغير أول شي طريقة عمل السيارات وجود أوبر وجود غيرها خلت كان الواحد يستخدم السيارة ويوقفها طول اليوم الأنصار واحد ممكن يستخدم السيارة طول اليوم ويخدم فيها أكثر من شخص فاستخدام السيارات بعدد قل لكن الاستخدام حقها زاد بالساعات في اليوم نوع السيارات هل هي كهربائية هل هي هيدروجينية وطموحات أرامكو حقيقة والأعمال الجميل اللي تسويها لدفع عجلة صناعة الهيدروجينية كلها تعطينا تصور أن ممكن ما يكون الاحتراق الداخلي هو الخيار الأمثل لجلب التقنية وإنما ممكن خيار فتقريبا هذا ملخص عن وضع السيارات أنت طلت مني بسرعة بس أنا سحبت في في أبو خالد أربع شركات كانت مبادرات موجودة عندكم ولا شركة منها تمت شركة بطاريات الليثيوم شركة طاقة شمسية إنشاء شركة طباعة الثلاثية تبعات إنشاء شركة العاملين الصناعيين في تقريبا كل مبادراتكم اللي كانت مرتبطة بإنشاء شركة لم تتم وش السالفة ناقصكم رأس مال هذا نقطة مهمة حقيقة إن في بداية تحليل برنامج ندلب طلعت متطلبات أساسية يعني لو أرجع معاك أخوي عمر إلى سبعينات لما أو أرجعتهم بداية نهاية ستينات سبعينات لما بدينا بنسوي سابق نعم كانت فيه متطلبات كنا نحتاج هيئة ملكية نحتاج غازم نارامكو ونحتاج شركة سعودية اسمها سابق لتقود تصير أنكر كامبني إنها تقود صناعة البتر كيميكال في المملكة كانت هذه الثلاث نقاط أساسية في أشياء ثانية مهمة حقيقة صارت في المرحلة هذه بس كانت هذه الثلاث أو أربعة ركائز اللي بنت عليها صناعة البتر كيميكال في المملكة لما جاءوا الأخوان كذلك يسوون خارطة طريق لصناعة السيارات الكهربائية قالوا لازم شركة بطاريات لتلت لما جينا نتكلم عن صناعة ثلوة الرابعة قالوا لازم يكون عند شركة 3D فوضعت كثير من الشركات اللي لازم تقوم علشان تكتمل الصورة حق التجمع هذا لكن بعد الدراسة لهذه الشركة وجدنا أن بالمتشوريتي حق السوق عندنا والقطاع الخاص من الدرجة ممكن يقوم فيها القطاع الخاص لو حصل المحفزات المحفزة فما هو لازم من الحكومة هي اللي تبني هذه الشركات وهذا التوجه أن المرحلة القادمة تكون قيادة فيها للقطاع الخاص وليس للحكومة في هذه الشركة فدعم القطاع الخاص أن يكون في كرسي القيادة جميل أربع ختم هاللقاء الجميل بمجموعة من أسئلة أصدقاء صقراط الكرام وصلنا تقريبا 83 سؤال سلمناك ياها بالكامل فالأمانة وصلت الآن نختار منها بعض الأسئلة اللي يسمح فيها الوقت وأطرحها عليك قد ما نقدر ناخذ منها في هنا سؤال يقول ذكرتم في وثيقة البرنامج أن أحد المبادرات المحورية هي تشكيل لجنة وطنية البحث والتطوير والابتكار بهدف حوكمة القطاع ولكن إلى هذه اللحظة لم يتم ذلك صحيح طبعاً الدراسة أكملت الحمد لله ورفعت لمجلس النقصية والتنمية للبت فيها وهي فيه يعني إن شاء الله تطورات قريبة بإذن الله ونشوف نتائج إن شاء الله إيجابية محور البحث والابتكار والتطوير والابتكار محور مهم وطني سمو سيدي وإلى أحد مهتم فيه جداً وبإذن الله قريباً يعني إن شاء الله راح تكون نتائج الدراسات ترأرض الواقع إن شاء الله واحد يناس يقول لا يوجد صفحة بالإنترنت للبرنامج أو الحساب في تويتر أو تحديث الأخبار أو تطوراته حناً يعني في اللقاءنا مع مدير برنامج التطوير المالي شكرناهم أنه عندهم تقرير ربع سنوي يشبع فضول الفضولين أمثالي وبرنامج التحلوطني كان عندهم تقرير سنوي فيعني أضع في الإيمان عطونا تقرير سنوي وإن كان بتشدون حيلكم عطونا تقرير ربع سنوي صحيح هنا حقيقة اعتمدنا على موقع الرؤية وحساب تويتر حق الرؤية حقيقة عرضنا فيه التقرير عن إنجازات السنوية البرنامج وفيديو كذلك يوضح لإنجازات البرنامج كاملة في 2019 إن شاء الله نعدك أن في 2020 نسوي تقرير سنوي ومن 2021 حقيقة يكون عندنا خطة متكاملة للتواصل مع المستفيدين بجميع أنواعهم بإذن الله بإذن الله يضبطنا إن شاء الله في الخطة هذه وفيه أثناء تتشين برنامج برنامج وحضون سمو العهد تم توقيع كثير من اتفاقيات ومن ضمنها مشروع ربط السكك الحديد بين شرق وغرب المملكة اللي يسمون الجسل البري هذا سمع عنه من يوم ما وعيد عن الدنيا متى بنشوفه بإذن الله هو تم اتفاق مع شركة صينية في تحالف صيني يدرس الآن المشروع بتوجيه من سمو سيدي والأهد وبقيادة اللجنة اللوجستية داخل برنامج ندلب حقيقة المراحل الأولية من المشروع بدت توضح بقيت مراحل التمويل لهذا المشروع الكبير مشروع حقيقة ضخم وفيه شراكة مع القطاع الخاص وحقيقة محتوى محلي وفيه يعني حقيقة مشروع متكامل أنا قدر أسميه لتحقيق المستهدف لكن مع تحقيق مستهدفات إضافية كثيرة معاه بإذن الله خطة البرنامج مستمرة في هذا المجال وحلم اللي تسمع عننا من زمان إن شاء الله أن البرنامج بجهود الجهات التنفيذية بحق المرهج أين وصلوا في خفض نسب الاستيراد الإغذائية والدوائية والعسكرية هذه كانت من ضمن مستهدفاتكم طبعا التخفيض الإيرادات فيه عملنا على خطة مع إخوان في إزافة صاد نشكرهم حقيقة إننا خذينا ما شفناها بس من ناحية التجمعات إغذائية عسكرية لأنها فيها هذه لها خطط واضحة سواء من خلصناعة العسكرية أو الإغذائية أو غيرها لكن سوينا طريقة مختلفة كذلك من توصية من اللجنة استراتيجية إننا شفنا وش أكثر المنتجات اللي نستوردها سوينا أهم مئة منتج أو أكثر مئة منتج حللنا وشفنا إمكانية حقيقة توطينا في السعودية وبدأنا أعمال مع المصنعين إننا ليش ما توسع الإنتاج حق تغطية هذه لأن عليها سوق وطلب وهذه الكورة المطلوبة حقيقة إلى اليوم تقريبا أكثر من 17 مليار من المنتجات اللي كانت تستورد الآن في ضوء إنها تنتج المصانع أوردي بدت وإن شاء الله تنتج محليا هل قائمة المياه تقلون تشاركونها مع الناف هل هي معلنا هذا العمل نعم العمل من خلال طبعا وزارة الاستثمار وإنفستن سعودي إن نشارك المنتجات اللي لها طلب كبير لفرص للمستثمرين إنهم إن شاء الله يستطلون بإذن الله أنا باقي عندي سؤالين أبو خالد السؤال ما قبل الأخير أنت كان عندك ورقة تفاوضية قوية جدا عشان تقنع ولدك إنك تنقل من الشرقية للرياض أنت كنت مقيم في الشرقية وانتقلت للرياض للعمل في برامج تحقيق الرؤية واستخدمت ورقة تفاوضية قوية جدا مع ولدك خالد الله يحفظه هل أوفيت بوعدك لا لسه طبعا لا لسه إيش كان الوعد وعلمنا ليش لم تفي به أنا حقيقة هذه موضوع المفاوضات مهم جدا مهم جدا في الحياة الشخصية أنا عندي كان ورقتين ورقة الزوجتي ورقة الولدية ورقة خالد خالد ما يحب المطبات يعني من يوم ما نركب سيارة هو مطب هذي باب مطب هذي فقلت لا أنا بروح الرياض علشان أعلمهم أنا ما كنت مطبات علشان إن شاء الله يشلونها أنا ما أوفيت بوعدي لكن حقيقة في برنامج التحول الوطني أطلعت فكرة رائعة حقيقة وطبقوها الأخوان في الوزارة اللي فيه رقم لما تشوف أي مطبة تبلغ عنها ويجون يعدلونها وهذه حقيقة مرحلة أولى حقيقة للوعد لكن بإذن الله إن شاء الله مع التطورات اللي يقومون فيها الأخوان في التحول حول وطني تزيد وحن الآن مع وزارة الناقل إن شاء الله نطمح أن نغطي باقي رجاء ويسير إن شاء الله طرقنا طرقنا مو بخادر حالها الكثير متأذين من مطبات فشد حيلكم الله عين هذا كانت ورقة والحمد لله وافق عليها إن شاء الله ما كنا أدمان حين سؤالي الأخير أبو خالد انتهي هنا من عام 2020 وهالجلسة عشان نسألك أو سألناك عن وش لم يتم من مستهدفات والتطلعات في المرحلة الماضية نحن الآن على أبواب 2021 واللي هي مرحلة ثانية تمتد إلى 2025 صف لي شكل السعودية من زاوية الصناعة والطاقة والتعديل وخدمات اللوجستية عشان إن شاء الله إذا التقيتك في 2025 أسألك عن هذا الوصف واشوف هل حنا حوله ولا منا بحوله طبعا في 2025 بإذن الله يعني نطمح نتكون مملكة إن شاء الله مستر للموارد الطبيعية للعالم النفطية والغير نفطية بإذن الله راح يكون عندنا مدن صناعية ذكية وموصولة بحلول لوجستية رائعة توصل للموانئ بالمدن لتكون طريقة سلاسل إمداد تخدم المستثمرين راح يكون عندنا صنعة في السعودية اسم مهم جدا للمستهلك ومقرب للمستهلكين بإذن الله راح نقدم تقنيات إن شاء الله بإذن الله مهمة للمملكة وراح نقدم إن شاء الله خدمات تقنية ووضع لوجستية ونصدر معرفة للعالم كله هذا طموحنا حقيقة وهذا السقف العالي اللي حطه لنا اسمو سيدو الأحد وإن شاء الله إحنا ملتزمين إننا نقدم العالم بإذن الله عندنا كثير نقدم عندنا شباب وشابات حقيقة شرواك قيمة عالية جدا نقدر راهن عليهم لأي تحدي بإذن الله قادرين على أن نحن نسويه بإذن الله عندنا في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية الكثير من المستهدفات اللي بتشوف أرواق بتشوف مزيج الطاقة في الصناعة المتجددة عالي بتشوف مدن الصناعية أكثر قطاراته وصولا من المدن الصناعية إلى المدن الرئيسية وكذلك إلى الموانئ هذا إن شاء الله الطموح اللي إن شاء الله نوصله بـ 25 إن شاء الله إن شاء الله نقدرين عليه عساكم على القوة تنويع اقتصادنا يعني يعتمد على الله ثم عليكم يعني حقلكم علينا الدعاء وعسى الله يحقق إن شاء الله على طموحاتكم وأكثر من ذلك بإذن الله أنا شاكل لك قبول الدعاء أبو خالد وممتن لهذا اللقاء أنا اللي شاكل لك هو شاكل اللي متابعك الله يحي تسلم اشتركوا في القناة